في النصف الثاني من القرن العشرين قدم الكرد أنفسهم إلى العالم كأصحاب حق وأنهم لن يتهاونوا في المطالبة بحقوقهم رغم ما كانوا يتعرضون له من ظلم على يد مختلف الأنظمة التي توالت على حكم العراق الأمر الذي أجبر الكردستانيين على الوقوف بوجه تلك السلطات فجاءت ثورة أيلول في الحادي عشر من أيلول عام 1961 بقيادة الجنرال مصطفى البارزاني مما لا شك فيه أن لكل ثورة تحررية نظريتها وآدافها التي تتلاءم مع طبيعة متطلبات المرحلة وأن اندلاع الثورات الشعبية هي رد فعل للعنف الرجعي والسياسة الشوفينية التي تنتجها السلطات الجائرة عليهم دلعت ثورة أيلول كرد فعل على سياسة الحكومة وسيطرة القوى القومية والشوفينية على زمام الأمور في الجمهورية بعض الإطاحة بالحكم الملكي حاول البارزاني الخالد ولمرات عد إقناع الرئيس العراقي أنذاك عبد الكريم قاسم بمواقفه المساندة للثورة والنظام الجمهوري الجديد خاصة في لقائهم الأخير في العاصمة بغداد عام 1961 لكن دون جدوى بدأت الحكومة العراقية بملاحقة واعتقال أعضاء الحزب الديموقراطي الكردستاني عبر تنفيذ حملة عسكرية واسعة هاجمت خلالها مدن وقرى كردستان على إثرها عاد البارزاني الخالد إلى كردستان ليقود ثورة أيلول لتنطلق هذه الثورة بسواعد البيشمرغ الأبطال وفكر الأب الروحي البارزاني الخالد لتصبح ثورة الكردستانيين جميعاً الذين تسابقوا للذود عن أرضهم من خانقين إلى زاخو حيث قدم أبناء دوهوك وأربيل أرواحهم دفاعاً عن كاركوك حققت الثورة إنجازات كبيرة على الصعيدين العسكري والسياسي تمثلت باتفاقية الحادي عشر من أذار عام 1970 التي تعتبر أول اعتراف رسمي ودستوري للحكومة العراقية بحق الكرد في الحكم الذاتي هذا ورغم إعلان هذه الاتفاقية إلا أنها لم تكتمل بسبب تآمر الحكومة العراقية التي حاولت الالتفاف عليها عبر اتفاقية الجزائر سيئة الصيد سنة 1975 إذ تنازلت بمجبها الحكومة عن أجزاء من أرض ومياه العراق لإيران مقابل ضرب ثورة أيلول ورغم حبكة خيوط المؤامرة وقساوتها إلا أنها لم تنهي الثورة حيث جاءت ثورة غولان في السادس والعشرين من أيار عام 1976 لتصبح امتدادا لثورة أيلول الكبرى ولتمتد إنجازات ثورة أيلول إلى يومنا هذا حيث الفيدرالية بكامل سلطاتها التشريعية والتنفيذية المعترف بها دوليا التي أفرزت إقليما ديمقراطيا متطورا فيه من الحركة العمرانية ما جعل مدن كردستان تضاهي أجمل مدن العالم من حيث الجمال وتوفير الخدمات وبنظرة بسيطة لواقع اليوم يجد المراقبون أن ثورة أيلول ما زالت مستمرة إذ يجد الكردستانيون أن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو المدافع الوحيد عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان ضد الإجراءات غير القانونية التي تنتجها الحكومة الاتحادية المتمثلة بقطعها قوت المواطنين دون سند قانوني